اشتركوا في القناة او المواد والموجودات التي يتقرر استبعادها وبيعها بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وتعليمات الدليل المالي الموحد وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيزا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بأهمية إشراك القطاع الخاص في التنمية ودفعه ليكون شريكا أساسيا في خطط الحكومة التنموية إضافة إلى تعزيز وتكريس أعلى مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية الجدير بالذكر أن شركة مزاد هي أحدث الشركات التي تم تأسيسها تحت مظلة شركة البحرين القابضة ممتلكة وذلك لتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية وتتعاون الشركة المذكورة مع مختلف بيوت الخبرة العالمية والمطلعة في هذا المجال في ذو توجهات الحكومة المؤقرة لإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحويل الحكومة إلى منظم بدأت من أن يكون مشقل للخدمات تم بعون الله وتوفيقه اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وشركة مزاد البحرين للإشراف على التصرف وبيع بعض الممتلكات التابعة للوزارة ونحن نعتقد هذه خطوة في الطريق الصحيح للحصول على مردود مناسب لهذه الممتلكات بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص معنا في هذه العملية وهو فعلا مختص فيها وإن شاء الله يكون المردود مناسب للوزارة ونمشي في طريق قضية تحويل الحكومة إلى منظم بدل من منفذ للأمور الاعتيادية في البداية نشكر طبعا وزارة الأشغال والشؤون البلدية والتخطيط العمراني بالأخص والشؤون البلديات على جهودهم وتواصلهم مع شركة مزاد في بحث سبل التعاون بيننا وبينهم في موضوع بيع الأصول أو الممتلكات الحكومية وطبعا الوزارة يقطعوا شوط كبير في التواصل واتفاقنا على أن نبحث سبل التعاون ونشوف المجالات التي نتطور فيها ونبدأ العمل فيها ترجمة نانسي قنقر موسيقى